من أخبارنا المحلية اطلقت وزارة الصحة ممثلة ببرنامجها الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي حملة توعوية مقامة بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي تحت شعار فحصك الآن يعاني الأمان والتي تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات طوال شهر إن شهر التوعية الخاص بسرطان الثدي في مختلف دول العالم هو شهر أكتوبر يهدف إلى زيادة التوعية حول ما هي سرطان الثدي وكيفية تقديم الإجراءات الوقائية التي تحول قدر الإمكان دون الإصابة به وزارة الصحة تحرص دائما على إقامة أيام توعوية من خلال برامجها الوطنية فقد أطلقت وزارة الصحة من خلال برنامجها الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي حملة توعوية بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي إقامة أربع أيام توعية في أربعة من مراكزنا اللي فيها وحدات فحص الثدي وهذه أول مرة تصير بالكويت البرنامج تدشنا معاه الوزير الصحة الدكتور علي العبيدي بشهر أثنين 2014 بدنا الفحص الكلينيكي لسيدات بشهر أبريل 2014 بدنا على مستوى أعداد صغيرة وعلى مستوى أيام قليلة شوي شوي قاعدين نتوسع في هذا الشهر التوعوي سيتم استقبال السيدات لأعمل فحص الموموغرام دون موعد مسبق مع إعطائهن نصائح وإرشادات وكيفية الفحص الذاتي بالإضافة إلى توزيع كتيبات أول يوم يوم 21 أكتوبر رح يكون في مركز العقيلة الصحي علشان خدمة مراجعات منطقة الأحمد الصحية يوم 22 أكتوبر مركز الزهر الصحي لمواطنات حولي والعاصمة يوم 27 أكتوبر لمركز النعيم الصحي للجهرة ويوم 29 أكتوبر مركز خيطان الجنوبي للفروانية مركز الزهراء الصحي رح يكون يوم التوعية في تاريخ 22 أشرة الأربعاء القادم ورح نستقبل كل السيدات اللي حابين يسوون الفحص من الساعة 9 صباحة لآخر مريضة تدخل عندنا منذ انطلاق البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي استطاع القائمون على هذا البرنامج اكتشاف العديد من الحالات وتحويلها إلى مركز الكويت لمكافحة السرطان من شهر أربعة من أول حالة احنا سويناها لحد اليوم نسوين حوالي 900 حالة منهم تم اكتشاف أربع حالات مثبتة أنها سرطان تدي والأربع حالات تم تحويلهم لعيادة الجراحة في مركز الكويت لمكافحة السرطان الأربع سيدات ما كانوا يدرون أننا فيهم سرطان وهذا الهدف من حملتنا إحدى السيدات التي أجرينا هذا الفحص أشادوا بحسن التنظيم والجهود المبذولة في سبيل راحة وتقديم خدمات متميزة ومرموقة وقايا خير من العلاج فحلو لما نشوف الحملة التوعوية هاي عشان سرطان الثدي أو يعني عن توعوية عن أي مرض عموما فييت على حسب الموعد والإجراءات جدا سهالة كوني مراجعة جديدة فتحون مثل ملف بالكمبيوتر أعطوني استبيان سألوني أسئلة وأخذه معدومات وبعدين قالوا لي عن الفحص وادوني غرفة الفحص وقالوا لي أن أتوقع أنه يكون فيه شوية ضغط الضغط ممكن يسبب شوية ألم بس راح يكون لفترة ثواني يعني وبس وشسمه وسوينا الإجراء خلصنا كله كله على بعضه خلال دقائق تأكد سيدتي بأن الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي يعتبر وسيلة أساسية للوقاية وضرورة ملحة وخطوة أولى للحد من الإصابة بهذا المرض الفتاك لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت